بزيارتنا اليوم على الكلينيك راح نحكي مشاهدين عن مسكلة السليليس حكينا عمنا عدة مرات قصيبئا ولكن قد ما نحكي عن هالمسكلي قد ما نحنا بحاجة نحكي اكتر عنها لانه هالقد في ناس او نساء زبطهم بتعاني من هالمسكلي وضروري نتخلص منها خاصة هلأ لانه نحنا على بواب موصم الصيف بدنا نستشير بايتنا اليوم بفكر الكلينيك براحي بالدكتور داني تومة اهلا وسهلا فيك دكتور حضرتك اختصاصي امراض وزراحة زلدية اليوم مسكلي عامي اذا بدك معظم نساء يعانوا منها الاسبايب يمكن معروفي ولكن ياريت هنا نصرح نبدأ مع صرح عن السليليس كما قلت رولا معظم النساء اذا مش كل النساء يعانوا من السليليس بتبلش بمرحلة معينة من عمرهم في كتير وقات نستغط يعني منلاقي بنات صغار بلش عندهم شوي ايضا ممكن يعني اول ما يبلش عمر المراهقة على العشرة اتناعش ممكن تبلش بس اغلب الحالات ببلش نشوفهن على عشرينات والثلاثينات بعتاد مافي ست مرح بعمرة تحس انه في منطقة او اكتر منطقة فيها سليلي دونك تقريبا فوق تسعين بالمية من النساء بيصير عندهم هالمشكلة الحمد الله الرجال ما متأثروا هل عندهم يمكن نستغالي لي ولكن بي اماكن مختلفة بي اماكن مثلا بالبطن اذا كتير منطفخ ممكن يبين شي بس هاي ما مسميع السليليت بالمعنى اللي منشوفه عند النساء عادة عند الرجال اذا صارت بيكون في مشكلة ارمانية عندهم مشكلة استروجان او شي بيكون مرض معين ليس هالاختلاف بين النساء والرجال هي هرمونات اساسة؟ لانه المشكلة الاساسية هي بالتروفيد تبع الارمونات الاستروجان وغيره وبعد للصراحة ما بنعرف اكزاكلي ليش بتصير بنعرف شو بيصير لحد معين بس بعد ما بنعرف اكزاكلي كل المعطيات اللي عم بتأدى لمشكلة السليليت شو هي المشكلة؟ يعني طبعا ما في لفوم نذكر النال شو هي السليليت هي هالشكل اللي نسميه الفوضراش هالالجوار اللي عم بتبين بمنطقة الفخد والدريال باغلب الحالات شو المشكلة بتكون؟ في منطقة بتكون الجلدة سيت شوية لجوه وملزقة بأسفل الجلد وحواليها عم بيكون في شوية انتفاخ وورم بمنطقة الدهن دونك متل الفرشة اللي كافيتوني في محال هالجلدة سيتت لجوه والدهن اللي تحت الجلدة عم يتلع شوية من حواليها ومتل كأنه عم يعطي فرم عالي المشكلة بالجهتين يعني المشكلة المرض اللي اللي ساير هو هالبايندينج داون للجلدة المطقة ما الجلدة عم تلزق تحتها والمشكلة حواليها دونك العلاج بده يهتم باتنين يعني ملايكين عم تلزق امايكين عم تنفخ والاسباب يعني سيلي بيسبب هالحالي الأرمونات عند النساء لذلك ما بتبينها ما بعد عمر المراهقة الوزن طبعا كل ما زاد الوزن كل ما زاده الدهون كل ما زادت هالمشكلة بحوالي الكافيتوني اوقات قلة الوزن كمان بيبين السليلية اكتر لازم كل ست عندها وزن معين ما تبيض عليه ولا تمقس عليه بس اذا بدنا نعالجها من جهة الوزن فون عندها هال فاين لاين بيوزنه في الورم في كتير ناس بينفخو خاصة اذا اخدوا ملح دون قلة الملح بتفيد معالجة الورم كتير مهمة حسب جسمهم في ناس عندهم نشبايين بتوريم عندهم جسمهم بيوريم على الشوب اما على الاكل المالح او غيره دون في كتير عوامل بتأثير ويراثة الى دور ويراثة كتير مهمة عادة البنت فرحي طالك بالاصر ثالث اسباب لنا عديدة في عدة عوامل تلعب دور المي شوف شوف تلعب دور بالنسبة للسليلات اذا ما في درينج للمي يعني اذا هالمي عم تنحبس بالجسم بده تعبئ بكل جسم وخاصة بمناطق السليلات لذلك المساجه اللي بنعمل بالمنطقة بمنطقة السليلات كتير بيفيد لانه بيخلي هالمناطق تتخلص من المي الزيت اللي عم ينفخ يتراكم للدهون بها الاماكن يتراكم للدهون يتراكم للدهون يتراكم للمي وتراكم لللمف اللمف هي المادة اللي موجودة بين الخلايا وفيها تنحبس بمنطقة السليلات وتخلي هالمنظر يكون شكله اسور لذلك تناول كميليات كبيرة من المي بتساعد بتساعد اذا وظيفة الكلوة كتير منيحة واذا خففنا الملح بنكون احنا مع محبوس المي بجسمنا بنكون عم نخلي المي يطلع مجز منلاحظ دكتور توما انه السليلات مقل علاقة بوز المرهة يعني اذا المره ضعيفة او ناصحة هيدا مش عامل على انه اذا بيكون عندها سليلات مش عامل يسبب السليلات بس هو عامل بيأثر على شكل السليلات يعني في نساء كتير ضعف وكمان عندهم سليلات ويمكن يلاقي امرأة بديلة وما يكون عندها سليلات يعني هالضعف اذا نصح وعندهم هالسليلات كتير واضح عندهم اذا نصحوا شوي ممكن يتحسنوا بس اذا نصحوا كتير بيزيد عندهم السليلات هيدا اللي عم قول عنه انه فيه كل ست عنده وزن معين بيخلي هالسليلت يكون شكله احسن عندها من انه اذا عاليت او وطيت عن وزنه اي مثل لازم نبلش انعالز او نهتم بهالموضوع اذا قلت بالبلش يظهر بعمر كتير صغير ممكن نبلش بعمر مبكير حتى انعالز السليلت مثل اي مشكلة كل ما بلشنا العلاج بكير كل ما النتيجة بتكون احسن والعالجات كتيره ومتعدده وللصراحه بتشخشي كثيره فيه علاجات صارت معروفة وفيه علاجات بعدها مش مدروسة مضبوط وصارت متلاية السوق لازلك يعني اي اسسط لازم تكون عم تتعالج عند طبيب او تحت اشراف طبيب والعالج مش بس طبيب جلدي او طبيب تجميل علاج كمان لازم يكون متناسق مع طبيب او اختصاصي بالتغذية لان التغذية كتير مهمة بها المشكلة ولكن في كتير مراكز اليوم بالبناء المراكز غير طبية عند هالمكانات او العلاجات لمسكلة السليليت هون سو بالعمل كما قلنا فيه العلاجات كتيره وفيه اجهزه حفيفه فيه اجهزه قويه الاجهزه الخفيفه بتساعد بالجرينج يعني فيه الاجهزه مبنى نفوت طبعا بالاسيمة تعمل مساج للجسم تدليك تدليك مع رولر مع شي بمص شوي سكشن دونك هون بيخلوا هالسوائل يلي محبوسة بالسليليت تتخلص منها جن دونك نكون عامل نشف شوي هالسليليت من المي ومن اللينف هالشي ما بيكفي دكتر؟ هالشي بيساعد وحتى المساج بالبيت بالحمام اما بالزيت المساج 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 لوحده كيف يساعد بهالطريقة طبعا ما فيه علاج واحد كيفي وكل شخص بده يتعالج على كذا صعيد لنشوف النتيجة الاحسن الدايت الميكانك المساج اذا على اليد او اما بيجهاز معمول من هالمراكز اما اذا حكينا بالاجهزة الطبية اللي متأثمة اليوم دكتور تومع في معظم سركات مصد احضارات التزميل عندها كريمات بتقدمها للسليليت سرق يا بسيون الكريمات بالزمان كانت المشكلة انو الكريمات ما بتفوت بجرد بس اليوم كريمات صارت احسن وفيه مواد مثل كفاين او غيره اللي هي بتساعد كمان هالمي تطلع من هالمناطق السليليت وفيه الى افادة وطبعا مع الوقت عم تتحسن اكتر العلاج شو بده يكون علاج انا بدنا نساعد هالكترة الماء تطلع من مناطق السليليت صار فيه الاجهزة يلي سهلة ويلي منى طبية متل ما نقول طبية يلي بتساعد علاج الاجهزة يلي اقوى من هاي هاي اجهزة لازن تستعمل تحت اشراف طبية او بيد حكيم لانو فيها مشاكل ممكن تصير متشوب تعمل فيها اما ليزر اما ريجو فريكوينسي عم تخلي الجلد يشد على حاله ويكبس مناطق السليليت ويفوت لجوه طبعا لانو ليزر ولانو ريجو فريكوينسي اذا ما صار الاستعمال متل ما لازم هاي ده الاجهزة ممكن تحرق ممكن تخلق مشاكل لذلك الاجهزة تستعمل تحت اشراف طبية وللأسف بلبنان وغير بلدين عم تستعمل بدون اشراف طبية وهون اما ما عم بيكون فيه نتيجة اما ما بيكون فيه مشكلة غير منتظرة الآن بمنطقة الدينبل ما ترحمل فيه هالجورة اللي خايفة شو ما عملنا ليزر لازم هالجورة ينعمل لشي لتطلع شوي من محلة فيه مثل جراحة صغيرة ممكن مثل الكنول تبع اللايبوساكشن واحد يقدر يشيل هالتلزيق بين الجلد والانتج اللي تحته حتى ترتفع شوي الجلدة ويتحسن الشكل العام بسر ملال بفترتمع انه علاج واحد ما بيكفي لوحده ابدا العلاج لازم يكون تغذية لازم يكون المساج في المنطقة إذا استعمل الليزر أو ريجو فريكنسي بيساعد والدراسات بتفرج انه فيه تحسن لكن التحسن عادة هو بالتيفرنفرنس طبعه مثلا المسخد اما الدريار اكتر من انه هو هالتضاريس كتير عم تتحسن يعني الناس ما لازم تستنظر انه السلوليت رح توح لازم تستنظر انه رح تير فيه تحسن شكل العام رح يتحسن والاستمرارية بالعلاجية رح تساعد كمان انه ضل شخصي محافظ على نتيجة يعني ما فينا نتخلص من هالحالي نهائيا للأسف الطب بتحسن وتقدم بكتير اشياء سلوليت عم نقدر نحسن واكيد فيه امل كتير انه بالمستقبل حتى بكريمات او حتى بأدوية يعني اليوم حتى فيه ادوية للضغط ممكن عمل لي انه ممكن استاعد فيه ادوية فيه دراسة انه مثل الفيادرا اذا استعمل بكريم بالمستقبل ممكن يساعد دونك المستقبل اكيد رح يساعد ساعدنا نلاقي نتائج كتير احنا بس اليوم الناس لازم توعى انه مش كل اعلان على الطريق للسلوليت معناتها النتيجة رح تكون مية بالمية علاجات طبعا مكلفة في كتير ناس ما عم تكون مبسوطة وفيه علاجات طبعا كتير منيحة عطول بتحت اشراف حسين اشراف طبيب التخصية وطبيب التخصية نتيج عم تكون مقبولة وصلت هالخيارات الواسعة دكتور تومات كيف ممكن نختار العلاج المناسب لألنا؟ بدنا نشوف طبيب بدنا ننتبه على صحتنا نعمل غياضة لانا ما حكينا بالغياضة بعض طبعا شد العضل يلي تحت الجلد بدو يساعد بس هايدي مشكلة جلدية بس غياضة كمان بتخلي الجسم يتخلص من هال الفلويد يلي زايدة من هالمواد بتسريع حركة دموية طبعا كل هالامور بتساعد طبعا كل هالي بدو ينعمل حتى كمان انساعد بالسليلية ملاحظة اليوم يمكن الناس صارت تسامعة بأرار طالع بفرنسا لتوقيش الميزوثرافي لتوقيش الكارباكي كثير من العلاجات كثير اشياء صارت مرة الأخصائيين بها المجاة يعني لاحظوا انه يمكن صار في تسرع بها الارار مضووط في كثير من العلاجات يلي كثير هالا مستعملة ومنها الميزوثرافي في الى خطورتها لانه صار في مشاكل بجهة انفكشن او يعني الكيهبات صارت اما نديش اوي اما تجلط تجلط تستغل على سطح الجلد هولي علاجات عم ينعطه تحت الجلد بطبقه الدهون حقا وبكتير وقات هالعلاجات ما عم تنعطه من قبل حكيم ولانه ما عم يكون في اشراف طبي عم تصير المشاكل وهالمشاكل اللي صارت خليت بلد كبير مثل فرنسا يقرر هايك ارار طبعا برجع بقليك يمكن صار في تترع انه الارار شمل كتير اشياء بنفس الوقت اليوم منعرف انه في ليزر اكيد عند الافلية افروفرد وبتشتغل بشكل مياه كمان انشملت بي هالارار نحنا بلبنان بعد ما صار في ارار بهالموضوع وهالموضوع عم يدرس بدقة سيصير في ارار فيه وراح سير في ارار قريبا بس انتلذن لهالوقت الناس لازم تنتبه شو عم تعمد وين عم تروح وكيف عم يكون العلاجة هالعلاجات بعدها موجودة عنا باللبنان طبعا وين ما كان حكينا عن دور الماي هل ممكن نتعرض لسا مثل احنا عم نعمل العلاجات للسلوليت ايه لانو العلاج مانو سطحي العلاج عم يكون تحت الجلد والشمس مرح تأسير عليه التكنيات والمكانات المتطرفة عنا باللبنان بالنفس التطور الموجودة خارج لبنان اول ما تطلع مكنا بالعالم كونة اكيدة بتوصل على لبنان وللأسف بكثير اوقات قبل ما تكون التطورت مضبوط وقبل ما تكون صار في دراسات كاملة وشاملة عليها بتكون عنا واوقات على لبنان عم تكون حق التجاري لذلك الناس بتكون واعي لها الموضوع وتتأكد انه اللي عم تعمله طبي وصحيح وسليم هل ايني زيت قديم ممكن تاخد وقت قبل ما نبلس نشوف نتيجة في اوقات في اجهزة بعلاج واحد في اجهزة لازم تعمل على ستة او اثناشر جلسة بجميع الاحوال جلسة واحدة مش كيفية لانه المشكلة منا مشكلة انفكشن وحلينيها مشكلة هي اناتمي فيها مشاكل فيها التكلث فيها الورم لذلك بنا استبدارية بالعلاج النتيج ممكن تختلف بين شخص واخر طبعا اكيد يعني ما في جهاز بيعطي النتيجة زيتها عن كل الناس لانه الجسم حسب تفاعله مع العلاج حسب تفاعله مع الجهاز حسب تغذية الشخص كل هالشي مهمة هل لازم ينعمل مينتنس على مدار السنة حتى لتجنب هالمشكلة مع بدايتنا في الصيف عطول ولو الناس بيعطول بيدلون عن يفتقلوا بالعلاج عمدار السنة بيوصلوا على الصيفية هن حاضرين بس عادة بفيقوا على السلوليت على بواب موسم الصيف على بواب موسم الصيف والعلاج بده شوية وقت بيكونوا مؤخرين هون شو بينا عمل يعني سبتنصح هون لهلأ مثلا سيقوا على نفسهم انه انا عندي السلوليت وفي اعمل من هلأ مثلا لعدة اسابيع اللي بتفعل ببنية موسم الصيف ايدا عند منطقة سلوليت معينة وغميئة مترحين او ثلاثة افضل ينعمل ينعمل علاج جراحي خفيف من تحت الجلدة بابرة تنفك هالتلذيق تحت الجلد او اوقات من عبدي هالفلر بنحطه بالوجه فينا نحطه تحته مترح الجورة اذا بكم جورة معينة اذا السلوليت كتير متوسع العلاج بيكون اسهل اذا نعمل للدرينج تنخفف هالورا ونرجع نحكي بالرجيم والاكثر سعيد نحنا نشكر سراحتك دكتور تومة ليلة الاطباء اللي بيطلعوا معنا بقولوا بالفعل الوقاية مثل ما هي دايما بيطعطوا معنا وكانوا في عصى سحري بيحل كل المساكل وخاصة المساكل التجميلية بشكر وجودك معنا والسلام متأفيك لحلقات مبينة شكرا شكرا ستيفاني صباح الخير موزرولا شو سليليك بداية الصيح مسكلي انا معندي اه خيش سحلو ستسأله عن اكيدة من جمعة اليف بمجالة كتير معروفة فرنسية انه وقفوا كتير من هول المكانات يلي فيهم ليزر عم يقولوا انه عم يفوتوا على كشات تحت اكثر من الفات بقى عم يعملوا بروبلمات ستسألك عن هالشي لجا انت جوابت عليها بيكفي انه دايما نروح نلتزق للطبيب المختص المختص يلي فيه ساعدنا بنروح حيالنا محلات وننزع بسمنا وصحتنا يمكن هيدا السبب الرئيسي اللي خلى يمكن الحكومة الفرنسية تاخد ايك ارار وعقبل ما يتخذ ارار مماثل عنا بلبنان ساعدنا